بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هناخد الجزء الثالث من chapter 7 soil stabilization of soil أو soil stabilization methods of soil ونهاردة ان شاء الله هنتكلم عن factors affecting mechanical stabilization أو العوامل اللي بتؤثر على التثبيت الميكانيكي هما عبارة عن خمس عوامل يبقى factors affecting mechanical stabilization خمسة أول حاجة mechanical strength of aggregate أو الخواص الميكانيكية أو القوة أو المقاومة الميكانيكية للأجريجة اللي احنا نستخدمها النقطة الثانية الgradation أو التدرج بتاع الأجريجة دوت نمرة ثلاثة properties of the soil خواص الطربة مربعة presence of salts هل فيه أملاح في التربة ولا لأ وآخر نقطة اللي هي الcombuction أو الدمج هناخد الخمس نقاط دولة بالتفصيل فأول نقطة اللي هي mechanical strength بتاعت الأجريجة بنقول ذا ميكسد صايل is stable if the aggregates used have high strength دا منطقي جدا يعني الطربة المخلوطة ديت إمتا تبقى سبتا لو الأجريجة بتاعتي لازم high mean strength however if the mixture is probably designed and compacted even the aggregates of relatively low strength can provide good mechanical stability يعني ايه يعني بالرغم بالرغم ان انا ممكن استخدم aggregate عنده مقاومة بس نسبيا قليلة لكن ممكن تديني mechanical stability جامد لو الميكتشارس is probably designed يعني ايه الخلطة اتصممت كويس والدمكت كويس برغم ان الساند نفسه عنده relatively low strength لكن هيديني في الآخر mechanical stability يبقى عرفنا أول نقطة اللي هي mechanical strength بتاعت الأجريجة نقطة التانية اللي هي الgradation أو التضرب well graded aggregate soil ميكس مالها results in بتؤدي الى ايه لما يبقى عندي تربة جيدة التضرق ماشي تؤدي الى a mix with high dry density and stability value هتدي دينستي عالية وطالما تلدتني دينستي عالية يبقى هيديني سباة أكبر يبقى the gradation of the mixed soil should be such that the voids of the coarser particles are filled with finer particles to obtain high density يعني عندي ما يبقاش عندي كلها مقاس واحد يعني poor graded لا أنا عندي مقاس كبير ومقاس صغير ومقاس متوسط بحيث ان الصغيرين دولت يخشوا في الفراغات ما بين المقاسات الكبيرة فتديني دينستي عالية يبقى the gradation نقطة مهمة جدا في mechanical stabilization النقطة اللي بعد كده اللي هي النقطة التالتة اللي هي properties of soil خواص الطربة بنقول يعني ما بفي عندي خلطة فيها plasticity index عالية فبتؤدي يعني لو حصل عندي ظروف غمر فإيه اللي هيحصل هيديني poor stability يعني ثبات ضعيف hence it is desirable عشان كده it is desirable to limit لازم تحدد البلاستيسي index of the mean of the soil ما تبقاش رقم كبير فتؤدي إلى poor stability فبنقول for mud root surfacing highly plastic soil are used as pinders they possess greater cohesion mucher retination capacity and provide seal against downward movement of surface water فربقة base course the soils should have low plasticity لازم تبقى low plasticity to avoid excessive accumulation of water عشان إيه نتجنب زيادة في إيه في تجمع المية and the resulting loss في الإيه في strength يبقى تخلي بادي إن أنا عندي في الصويل اللي هي تعتبر base للرود لازم يبقى لها low plasticity the soil the soil available at site may seldom meet both of requirements يعني ممكن تاخد الاثنين it is necessary to mix soils from different sources to obtain desired mix النقطة الرابعة في العوامل المؤثرة في mechanical stabilization اللي هي presence of chemical يعني وجود الكيمويات mechanical stability of mixed soil depend upon the composition of the minerals يعني حسب المعادن أو مكونات المعادن اللي موجودة في الصويل the minerals should be weathered resistance ما يجليش معدن ممكن مع المية أو مع الظروف الجوية يقدر يتحلل لا أنا عايزه يكون مالو weather resistance لازم برضا presence of salts يعني وجود الملح بلازم أبتدي أشوف الكيمويات ديت موجودة في الصويل ولا لا presence of calcium chloride is a pen shell يعني كولوريد الكالسريوم يعتبر مالو مفيد لو موجود في مين في الصويل آخر نقطة طبعا ودي من أهم النقاط في العوامل المؤثر على mechanical stabilization هي ال combuction effective combuction يعني الدمك المؤثر is desirable لازم مطلوب to produce high density and stability mix شكرا مطلوب مطلوب